ثاني الانماط التي نكتشفها عندما نتتبع كلمة الرزق والرزاق وما يتعلق بها ثاني الانماط ان كلمة الرزق في القرآن الكريم يكثر اقترانها بالشكر في اكثر من موضع نجد وجوب الشكر لله تعالى يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون يقول سبحانه ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقه ما يملكوا الرزق ابدا ما لا يملكون لكم رزقه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واشكروا له اليه ترجعون اذا الشكر الشكر للأسف عبادة مهجورة قال رجل عند عمر رضي الله عنه عمر سيدنا عمر رضي الله عنه يسمع رجل من الناس يدعو فيقول اللهم اجعلني من القليل ايش الدعاء الغريب اللهم اجعلني من القليل فقال له عمر ما هذا الذي تدعو به ايش الدعاء الغريب هذا فقال هذا الرجل اني سمعت الله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور الله الله قليل من عبادي الشكور اللهم اجعلني من هذا القليل الذي يعرف معنى الشكر ويمارس الشكر على كل رزق اشكروا الله على كل شيء تخيلوا الان لو احببتم ان تعدوا نعمة الله عليكم في انفسكم في علاقاتكم فيما حولكم كم شكر ستشكره اذا ادعو الله ان يجعلك من اولئك القليل كثير من الناس غير راضين عن حالهم ولا راضين عن رزق الله تعالى لهم ويسخطون ويتذمرون دوما فلا هم عاشوا قانعين سعداء ولا هم شكروا الله عز وجل على عظيم نعمه التي لا تحصى كان من دعاء الصالحين اللهم اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها بعض الناس ما يعرف نعمة الصحة الا لما تزول عنه ما يعرف نعمة العلاقة والمحبة الا لما تذهب عنه فنسأل الله ان تدوم هذه النعم علينا ونعرفها قبل ان تزول وان شاء الله ما تزول بل يعلمنا الله سبحانه وتعالى ان احد طرق شكر نعمة الرزق هي بان لا نستخدم هذه النعمة في الافساد في الارض لا يعني اذا تريدوا ان تشكروا النعمة ما تستعملوها في الفساد يقول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين لاحظوا الربط لا تستعمل النعم في الفساد في الارض تستعمل الاكل والشرب لتفسد الارض سواء تفسد الارض بنشر الطعام الفاسد او بنشر الرشوة او باستعمالها لجسدك حتى تتقوى على الفساد في الحالتين لا تنشر الفساد بنعم الله اذا ثاني دارس نتعلمه هو انه عندما نعطى نشكر هذا معنى اصيل تأملوا فيه